شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كان حديثنا حول الشفاعة وتناولنا خلال هذا الأوضوع عدة مباحث المبحث الأول مفهوم الشفاعة المبحث الثاني أنواع الشفاعة المبحث الثالث الشفاعة في القرآن الكريم المبحث الرابع الشفاعة في الأحاديث المأثورة المبحث الخامس شفاعة الأولياء في الحياة في الحياة الدنيا المبحث السادس جواز طلب الشفاعة من الأولياء المبحث السابع شرائط شمول الشفاعة شرائط شمول الشفاعة شرائط شمول الشفاعة المبحث الثامن القرآن الكريم شافع مشفع أما البحث التاسع فهو أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين شفعاء وفي هذا المبحث هناك ثلاثة محاور المحور الأول إن شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لا يمكن أن تقع محلا للشك أو الريب وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة التي رواها الفريقان هذه الأخبار رواها الشيعة ورواها الآخرون أيضا وهذه الروايات تثبت الشفاعة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هذه الروايات تتنوع إلى طوائف ثلاث الطائفة الأولى هي الروايات التي تثبت الشفاعة لخصوص هذا العنوان يعني عنوان أهل البيت الطائفة الثانية هي الطائفة التي تثبت الشفاعة لثلة مجموعة من أهل البيت كالروايات التي تثبت الشفاعة لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه والروايات والروايات التي تثبت الشفاعة للصديقة الكبرى فاطمة بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الطائفة الطائفة الثالثة هي الطائفة التي تثبت الشفاعة لعناوين عامة وآهل البيت وآهل البيت يمثلون المصداق الأظهر والأجلى لتلك العناوين العامة أثلا لاحظوا في هذه الروايات أنه العلماء يشفعون العلماء يشفعون في يوم القيامة هذه الرواية وردت في سنن ابن ماجه المجلد الثاني صفحة ألف وأربعمية وثلاثة وأربعين ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه من أظهر مصاديق العلماء فإذا الشفاعة كانت ثابتة للعلماء فتكون ثابتة لأهل البيت لم تختلف لك عمر العلام الأميني رحمة الله عليه ذكر هذه الروايات في الغدير فإذا كان العلماء يشفعون فمن سادات العلماء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فيكون شافعا من جملة الذين يشفعون الشهداء الشهداء يشفعون يوم القيامة هذه الروايات مذكورة في مسند أحمد المجلد الخامس صفحة 43 وفي سنن أبي داود المجلد الثاني صفحة 15 وفي سنن الترمذي المجلد الثالث صفحة 106 وفي سنن ابن ماجة المجلد الثاني صفحة 1443 ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم من الشهداء ما منا إلا مسموم أو مقتوب الحسين بن علي صلوات الله عليه لا شك أنه من الشهداء فيكون من الشافعين يوم القيامة العنوان الآخر متعلم القرآن المستظهر للقرآن العامل بالقرآن من الشفعاء راجعوا في ذلك سنن الترمذي المجلد الرابع صفحة 245 وسنن ابن ماجة المجلد الأول صفحة 78 ومسند أحمد المجلد الأول صفحة 148 ونقلنا لكم فيما مضى كلمة محمد بن عبد الوهاب الذي قال إن الأولياء يشفعون ولا شك في أن أهل البيت صلوات الله عليهم من الأولياء إذن شفاعة أهل البيت سواء لاحظنا العنوان الأول أو العنوان الثاني أو لاحظنا العناوين العامة التي تشمل أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بعد ملاحظة هذه العنوان لا يبقى هناك أي مجال للشك أو الريب في أن أهل البيت شفعاء يوم القيامة هذا المحور الأول المحور الثاني هناك طوائف من الأفراد الروايات الكثيرة ذكرت أنهم يحرمون من شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ومن شفاعة أهل البيت هناك أفراد لا تنالهم شفاعة النبي الأعظم ولا تنالهم شفاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وهذه الروايات وهذه الروايات مذكورة في كتب الفريقين إحدى العناوين التي وردت تأكيد عليها كثيرا في الروايات وهناك أكثر من أربع وأربعين كتاب من كتب الشيعة وكتب العامة تحتوي على هذا العنوان أن الذين يندرجون تحت هذا العنوان لا تنالهم شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيامة إحدى هذه العناوين ما ورد في هذا الحديث الذي تناوله بألفاظ متعددة كما قلنا أكثر من أربع وأربعين كتابا هذا الحديث نقرأ صدر الحديث من سره عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليوال علي من بعد وليوال وليه وليقتدي بالأئمة من بعد فإنهم عترتي خلقوا من طينتي إلى أن يقول شاهدنا في هذه الكلمة هذه الكلمة تكررت في هذه الكتب فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِي أَلْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي لَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ شَفَاعَتِي هذه الرواية وردت في مصادر مختلفة ويمكن أن نقول أن هذه الرواية بالذات إذا تضمون قضية حساب الاحتمالات ومعادلات حسابات الاحتمالات هذه الرواية من الروايات المتواترح المقطوع بصدورها من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفق حساب الاحتمالات هذه الرواية مذكورة في مصادر أذكر منها أحمد في مسنده نحوا من هذه الألفاظ كنز العمال للمتق الهندي بل أحمد في مسنده المجلد الثاني صفحة أربعمية وتسعة وأربعين كنز العمال جزء اثنعاش صفحة مية وثلاثة تاريخ مدينة دمشق جزء اثنين وأربعين صفحة ميتين وأربعين شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد المجلد التاسع صفحة مية وسبعين وفي مصادر أخرى أيضا هذه الروايات تدل على أن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تنال القاطعين فيهم صلة الذين يقطعون صلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أهل البيت أكو هنالك ملاحظة عامة انتوا لاحظوها في الروايات المذكورة حول أهل البيت في كتب الفريقين الروايات المذكورة حول أهل البيت فيها لغة مشددة الروايات التي وردت في حق علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلى الله عليه روايات شديد مع أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان في قمة الأخلاق وكان على خلق عظيم وكان كما يقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم النبي صلى الله عليه وآله كان لينا حتى بعض العلماء ذكروا طبعا طبق استقراء ناقص أنه في تشريعات الأحكام النبي كان يبين أحكام شرعية كلمة الحرام إما لا توجد في كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وإما هي قليلة جدا النبي طبق هذا الاستقراء ما كان يستخدم كلمة حرام كان يقول إني أكره ذلك مثلا أو إني أعاف ذلك أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تجدونها النبي صلى الله عليه وآله كان لين في بيان الأحكام الشرعية مع أن الأحكام الشرعية مهمة جدا ولكن عندما تجدون الروايات الواردة حول أهل البيت لغة النبي صلى الله عليه وآله لغة شديدة جدا الروايات الموجودة في صحيح البخاري في صحيح مسلم حول الصديق الكبرى صلوات الله وسلامه عليها لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن الصديق الكبرى في صحيح البخاري وصحيح مسلم اللغة اللغة مشددة عندما النبي صلى الله عليه وآله يتكلم حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لغته لغة شديدة وقوية هذه الملاحظة إن شاء الله تتبعوها لاحظوها تجدونها واضحة النبي صلى الله عليه وآله كأنه كان يشاهده بعين البصر واقعا قائم تيار كان أكو في عهد النبي صلى الله عليه وآله ضد أهل البيت وكان يشاهد ويلاحظ المستقبل القريب والبعيد بالوحي الإلهي النبي صلى الله عليه وآله كان يلاحظ حتى هذا اليوم كان يجد أن هناك تيار قوي في هذه الأمة يتخذ موقف معادي من أهل البيت طبعا العداء له صور وله أشكال مو شرط كل واحد يكون مثل الخوارج يأتي ويقول علي كافر هذا النوع من أنواع العداء ونوع من أنواع الحرب ولكن الحرب لا تقتصر على هذا المظهر الحرب لها مظاهر متعددة تصفية الشخص نوع من أنواع الحرب ولكن هناك نوع آخر تصفية الشخصية نوع آخر من أنواع الحرب نوع ثالث من أنواع الحرب إقصاء الشخص عن الحياة إذا عدكم واحد من أقربائكم أنتوا تقصونه تهملونه إهمال أكو هناك شيخ في العائلة تهملونه بالمر هذا نوع من هذا نوع من العداء في الواقع نوع من الإهمال نوع من قطع الصلح النبي صلى الله عليه وآله بالوحي الإلهي كان يستشرف هذا المستقبل وكان يشدد على قضية أهل البيت وعلى قضية العداء لأهل البيت بمختلف صنوفه وأشكاله حتى يحد من هذه الظاهرة نوع من العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم نوع بتعبير هذه الروايات القاطعين فيهم صلتي هذا في الواقع نوع من القاطع مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله القاطع مع الشخص قد يكون قطعا معه وقد يكون قطعا في من يمت إليه ويعز عليه هذا أيضا نوع من أنواع القطع يأتي شخص ويقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشورا هذا نوع من العداء هذا نوع من الحرب مع الإمام الحسين صلوات الله عليه ويأتي شخص آخر ويقول إن الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده هذا أيضا نوع من أنواع الحرب وربما تكون هذه الحرب الثانية تصفية الشخصية ربما تكون أشد من النوع له يأتي ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم ويقتل علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه في محراب عبادته هذه تصفية للشخص ويأتي هناك رمز كبير هذا الرجل الرمز كبير ويؤمن به قطاع كبير يستلهمون منه ويعتقدون بآرائه وربما يقتلون في خطه في عمليات انتحاري يأتي هذا الشخص ويقول في من؟ في ذلك الرجل الذي قال النبي الأعظام صلى الله عليه وآله في صحاح المسلمين لاحظوا كتب الصحاح النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي صلوات الله عليه حربك حربي وسلمك سلمي النبي صلى الله عليه وآله يقول من حارب هؤلاء فقد حاربني ويشير إلى علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم هذه موجودة في صحاح المسلمين يأتي هذا الرمز الكبير ويقول في كتابه إن علي بن أبي طالب لم يكن يحارب لأجل الله وإنما كان يحارب من أجل ذاته الذي يقول النبي صلى الله عليه وآله حربه حربي يعني الحرب مع علي بن أبي طالب هذه حرب مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في صحاح المسلمين النبي صلى الله عليه وآله يقول إن علي يقاتل على تأويل القرآن الذهبي وهو من كبار نقادهم صحح هذا الحديث وقال إنه صحيح على شرط الشيخين الحاكم في مستدركه يقول إن هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه يعني البخاري ومسلم ما أخرجاه مع أن هذا الحديث جامع لكامل الشروط الذي يقول له النبي صلى الله عليه وآله تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله هذا الرمز الكبير يقول إن علي بن أبي طالب لم يكن يقاتل من أجل الله وإنما كان يقاتل من أجل ذاته هذه منوع من أنواع الحرب على من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله لعله هذه اللغة المشددة التي نجدها في هذه الأحاديث فَوَيْلٌ الْوَيْلِ لَعَلَّهُ بِمَعْنَى الْهَلَاكِ وَلَعَلَّهُ بِمَعْنَى بِعْرِ فِي جَهَنَّمْ فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّةِ أَلْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي اغتيال الشخص نوع من أنواع القاطعة واغتيال الشخصية نوع آخر من أنواع القاطعة طبعا ما ذكرته نماذج قليلة وإلا في كتب هذا الخط تجدون الكثير من هذه التصريحات ضد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ضد الإمام الحسن المشتبى ضد الإمام الحسين صلوات الله عليه ضد بضعة النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله فاطم صلوات الله عليها التي قال النبي فيها كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم يغضبني ما أغضبها يؤذيني ما آذاها من آذاها فقد آذان تصريحات حتى ضد الصديقة الكبرى فاطم صلوات الله عليها القاطعين فيهم صلتي لا أنا لهم الله شفاعة هذا هو المحور الثاني المحور الثالث والأخير في هذا البحث أن إحدى الأمور التي ضمن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله كما في روايات متعددة ضمن كونها عاملا من عوامل الشفاعة نصرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين العبارة المذكورة في الروايات التي رأيتها في هذه العجالة نصرة الضرية هذه الرواية بالرواية موجودة في الكافي وفي كتب أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف الصنف الأول من هذه الأصناف رجل نصر ذرية هل يراد بالذرية المعنى العام يعني ذرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على وجه العموم أو يراد بها خصوص أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين على كل التقديرين أهل البيت داخلون في هذا العنوان العام الذي ينصر أهل البيت صلوات الله عليه في مقطع آخر من هذا الحديث ورجل أحب ذرية باللسان وبالقلب هذا هو الصنف الثاني هناك بعض الأفراد يكتمون حبهم في قلوبه ولكن هذه الرواية تقول ورجل أحب ذرية باللسان وبالقلب يعني إظهار المحبة بعض العلماء في قوله تعالى قل لا أسألكم عليها أجراً إلا المودة في القربة ذكروا أن المودة يعني المحبة المظهرة إظهار الحب إظهار الحب قضية مهمة جداً الشيء الذي نجده في الواقع الخارجي محاولة إلغاء أهل البيت من الحياة الآن أنتوا افتحوا الإذاعات افتحوا التلفزيونات لاحظوا القنوات الفضائية ما هو دور أهل البيت صلوات الله عليه الذين جعلت الآية الكريمة محبتهم أجراً لرسالة النبي صلى الله عليه وآله المودة في القربة هناك محاولة لإلغاء أهل البيت كم حديث يذكر عن الإمام الحسين صلوات الله عليه الإمام الحسين مو من أهل البيت مو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله كم حديث يذكر عن الإمام الحسن صلوات الله عليه فقه الإمام الصادق جميع المذاهب عيال في فقههم على الإمام الصادق لأنهم تلاميذ مباشرين أو غير مباشرين للإمام الصادق أين فقه الإمام الصادق؟ في الجامعات في الإذاعات في الكتب محاولة لفصلهم عن الحياة محاولة متعمدة في كتب الأحاديث أي حديث يرتبط بأهل البيت صلوات الله عليهم إلا بمقدار الضرور يحاولون إلغاءه وحذفه يحاولون التضعيفه ورجل أحب ذريتي باللسان وبالقلب هذا هو الصنف الثاني إظهار هذا الحب هذه من عوامل شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيامة طبعا نذكر ملاحظة وهي أن هذه النصرة لها درجات ورجل نصر ذريتي هذه لها درجات أكو واحد يبذل واحد بالمين أكو واحد يبذل عشرة بالمين وأكو واحد يبذل كل كيانه ووجوده لأهل البيت صلوات الله عليه ولا يخاف في هذا الطريق شيئا العلام الأميني رحمة الله عليه نموذج من هذه النماذج الذين بذلوا الكثير لنصرة أهل البيت صلوات الله عليه قضى عمره للدفاع عن أهل بيت النبي الأعظم صلوات الله عليه صلوات الله عليه صاحب العبقات نموذج من هذه النماذج عندما توفي ولده قالوا له تعال إلى تشيعة ودفنة قال إنكم تكفونني مؤونة ذلك أنا مشغول بالدفاع عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه مشغول بكتاب العبقات ولم يحضر حتى جنازة ولده كان يقول الحضور إلى جنازة ولدي مستحب والدفاع عن أهل البيت واجب والواجب لا يعارضه المستحب واحد من هذه النماذج التي نجدها في التاريخ دعبل ابن علي الخزاعي الشاعر المشهور كان يجاهر في الدفاع عن أهل البيت وحتى في قبال المأمون المأمون الحاكم الطاغي كان يجاهر بالدفاع وكان يقول إني أحمل خشبتي هذه منذ خمسين عاما على كتفي لا أجد من يصلبني عليها خمسين عام في انتظار الإعدام عندما جاء إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في قصيدته المشهورة المعروفة في ضمن أبياته ذكر لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها عاش خائفا مطاردا لأهل البيت لنصرة أهل البيت وإني لأرجو الأمن يوم وفاتي فقال له الإمام الرضا صلوات الله عليه آمنك الله يوم الفزع الأكبر كلما كانت نصرة أهل البيت صلوات الله عليهم أقوى وأشد الإنسان يكون أقرب إلى شمول شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم القيام نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر